ميناء الحديدة محور العملية السياسية والاقتصادية والعسكرية في آن فعليه يبنى الموقف السياسي الحالي للشرعية والتحالف وفي سبيل السيطرة عليه يحدد مسار التحركات العسكرية فبعد سيطرة الشرعية على ميناء المخاء الذي أدى إلى تقليص نفوذ الميليشيا وخفض إمداداتها الخارجية اتجهت الأنظار فورا إلى ميناء الحديدة والصليف آخر الشرايين البحرية الخاضعة لسلطة الانقلابيين وما إن بدأت تحركات الشرعية تظهر من خلال تقدم قوات الجيش الوطني باتجاه الحديدة حتى بدأت المواقف الدولية المعارضة والمتحفظة التي انطلقت من الخارجية الروسية ابتداءا ثم عبر المنظمة الدولية التي اكتفت بالتحذير من انعكاسات المعركة على الوضع الإنساني ثم الاعتذار عن الإشراف على الميناء بحسب الطلب المقدم من الحكومة الشرعية والتحالف العربي وبحسب مراقبين فإن الاعتذار الأممي قد يصبح المبرر السياسي للحكومة الشرعية والتحالف العربي في إطلاق معركة السعادة الميناء سابقي الذكر وهو ذات الأمر الذي أكده الناطق باسم الجيش الوطني الذي أوضح أن التحضيرات للمعركة تجري على قدم وساق تكتسب معركة ميناء الحديدة أهمية كبيرة ومصيرية ففي حال تمكن الشرعية من السيطرة عليهما فإن ذلك يعني عزل الميليشيا في المناطق الشمالية دون أي قنوات للإمداد وهو ذات النهج الذي أكده الرئيس هادي في مقابلاته الصحفية الأخيرة الذي ربط فيها مصير المعركة مع الميليشيا بالسيطرة على الحديدة وباقي الساحل الغربي بدلا من صنعاء التي سيكتفي بإطباق الحصار عليها كما تؤكد الشواهد الماثلة حتى الآن